شهد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية اطلاق شركة لوموفاي إحدى شركات محفظة بشاريع الأمل الاستثمارية للمنصة المحدثة لها جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين حيث أكد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل أكد السعي الدائم إلى تقديم الدعم والمساندة للشباب البحريني خطة تدريبية مميزة ونوعية أعطت شركة لوموفاي زخما للانطلاق وتوسعة دائرتها ممكنها من الوصول إلى 140% من النمو في أعمال الشركة خلال أربعة أشهر فقط هذا النمو المتصاعدة بعد استثمار مشاريع الأمل ذراعوا الاستثمارية لصندوق الأمل في شركة لوموفاي خلال جولة استثمارية في برنامج بيبان بقيمة 500 ألف دولار أمريكي ودعم هذه الشركة في شتى المجالات ممكنها من إطلاق منصتها التدريبية الجامعة منهج وزارة شؤون شباب الرياضة هو يتركز على اكتشاف وسقل وإبراز المواهب الشبابية والمواهب البحرينية بالأخص الأخوان في شركة لوموفاي أحلى مثل لمخرجات هذا البرنامج فإحنا شفناهم وشفنا جراحهم في برنامج بيبان اللي تم بدعم وبتمويل من صندوق الأمل وحين اليوم نشوفهم وهما يطلقون منتجاتهم الجديدة ويوقعون مع الشركات الضخمة وإن شاء الله دائما نشوفهم من الأوائل المنصة التدريبية الجديدة ستعزز قدرة الشركة على توسعة حصتها السوقية في مملكة البحرين ودول المنطقة وتوقيع المزيد من عقود التدريب من خلال تضمونها لمواد تعليمية حديثة وتدريب يؤلب الإحتياجات الدقيقة لكل موظف إضافة إلى ضمان استدامة العملية التدريبية في الشركات على اختلاف أنشطتها وأحجامها أول شيء حبينا نشكر شكر جزيل طبعا مشاريع الأمل اللي دعمهم المتواصل في رقينا خلال هاي الفترة وخلال الفترة اللي قاعدتي وخلال الفترة اللي راحت طبعا مشاريع الأمل دعمتنا دعم جدا كبير في إتاحة الفرص لأننا نفتح بيبان مختلفة غير الهاي المستثمرين اللي يبوهم لنا على الشو أو على برنامج بيبان ساعدنا جدا مساعدة جدا كبيرة عساسا ناخد خطوات جدا أكبر نحو نمو أكبر في المنطقة كوادر وطنية بدأت الشركة منذ عام 2020 وانطلقت في عالم الأعمال لتصنف كواحدة من أفضل خمسين شركة ناشئة في التدريب الرقمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكواحدة من عشر أفضل شركة ناشئة عالمية وتستمر في عملها الدؤوب للوصول إلى أخلامها وتثبيت اسمها عالميا في قوائم الشركات التدريبية من برنامج جي بيبان فتحت أبواب العدى لشركة لوموفايل للانطلاق في مجالها التدريبي بسواعد وطنية ترى قرب الوصول إلى العالمية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر